عارفوا قوما دينهم خير ملة به شيدوا الدنيا وللناس أحسنوا وصاغوا لنا مجدا وأرسوا حضارتان وهم علموا الدنيا فنونا وأتقانوا وهم قدوة للسالكين لربهم فهم أخبتوا لله حبا وأذعنوا فصاروا لنا فخرا وعزا وقدوة وفي كل قطر صاح منهم وأذنوا أولئك آبائي إذا افتخر الوراء لهم أنت أمي وبذكرهم أتزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم والمساء رجل من المسلمين يدعى مبارك اسمه مبارك وله من اسمه نصيب خوارزمي ليس من العرب ولكنه كان تقيا ورعا يتحر الحلال مضانة لا يأكل إلا الحلال وفقه الله لذلك كان يعمل بستانيا عند أحد أصحاب البساتين مزارعا أو عامل في المزرعة بستاني وفي يوم الأيام قدم صاحب البستان وقد نضجت الثمار وأينعت واستوت فأراد أن يأكل منها فأرسل هذا العامل وقال له ائتني برمانة تكون حلوة راح العامل هذا المبارك وجاء بهذه الرمانة فتحها أكلها طبعا صاحب البستان وإذا بها حامضة قال ويحك أقول لك رمانة حلوة إذا بأتني بغيرها فذهب العامل وجاء برمانة أخرى من شجرة أخرى فتحها وإذا بها حامضة فتضجر منه قال أولا ما تعرف الشجرة الحلوة من الحامضة قاله كيف أعرف أنا لم أذقها قال كيف ما ذقتها قال ما ذقت شيئا قال امتلك كم سنة وإذا به كذا سنة يعمل في البستان قال ما ذقت شيئا قال لم تأذن لي وأنا ما أذوق شيئا بلا إذن فتعجب صاحب البستان قال من الآن فذق ما شئت فقد أذنت لك ذهب صاحب البستان إلى بيته وهو يفكر في هذا الشاب الأمين الورع ففكر وقرر أن يزوجه ابنته وبالفعل عرض عليه الزواج فوافق فزوجه من ابنته ثم كان ثمرة هذا الزواج المبارك أن أنجب ذلك العالم الجهبذ العلم العالم العابد العامل عبد الله بن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك طلب العلم وعمره تقريبا 20 سنة وساح في الديار وتنقل فيها طلبا في العلم حتى أصبح من أعلم أهل زمانه في القرآن والفقه والحديث والسير كان مجموعة علماء في عالم رحمه الله وكان فوق ذلك تاجرا وكانت بطائعه وتجارته تغدو وتروح وفي يوم الأيام قال له أحدهم يا ابن المبارك أنت تزهدنا وترغبنا في الآخرة وتزهدنا في الدنيا وتأمرنا بالورع والزوت وهذه تجارتك وقوافلك ذاهبة آيبة قال والله ما ذاك كما تظن وإنما لأصون وجهي وأصون عرضي عن مسألة الناس ولأحسن لليتيم والأرملة وكان هذا الكلام ليس ادعاء من ابن المبارك رحمه الله وإنما كان قوالا فعالا فكان من أشد الناس إنفاقا ومن صور إنفاقه ومن الصور التي وردت في إنفاقه أنه كان له غلاما اشترى غلاما ماهرا في صناعة الحلوى وخص بالذات في صناعة الفالوذج والفالوذج هذه حلوى لا يأكلها إلا علية القوم كانت حاجة نادرة عندهم كان يصنعها لإخوانه يعني اشترى غلام ماهر في صناعة الفالوذج من أجل أن يطعم إخوانه في السفر إذا كانوا في سفر يأخذ هذا الغلام معه ويصنع لهم الفالوذج في السفر لا في الحضر فرحمه الله ومن صور إنفاقه كثيرة رحمه الله فكان إذا سافر إلى منطقة ليتاجر فيها كان في نفس الوقت يعقد دروسا لطلبة العلم فإذا سمع طلاب العلم أن ابن مبارك جاء قدموا إليه واجتمعوا حوله وأعطاهم مما أعطاه الله ومكث في ذلك المصر إلى أن تنتهي المهمة أو تنتهي دجارته فيعود فيكون يضرب عصفرين بحجر يدرس ويتاجر وفي مرة من المرات كان قد اعتاد في أحد الأمصار على طلابه وعرف وجوههم ففقد أحد الطلاب وكان شابا صغيرا هل يوم الأول الثاني ما جاء فلما سأل عليه قالوا إنه مسجون مسجون في دين كم دين قالوا عشرة آلاف درهم فذهب وبحث عن هذا صاحب الدين وأعطاه العشرة آلاف وقال بشرط ألا تخبر أحدا بذلك أبدا إلى أن أموت وبعد ذلك في اليوم الثاني وإذا بهذا الشاب قدم إليه قال أين كنت قائبا عني قال والله شكيت مسجون وكذا قال طيب كيف خرجت قال جاء أحد المحسنين وأسدد عني وكذا قال أحمد الله أحمد الله فذلك الفضل الله يؤتي من يشاء ولم يعلم بذلك أحد إلى أن مات رحمه الله ومن صور بذله وعطائه أنه كان إذا أراد الحج من مرو كان يسكن في مرو فإذا أراد الحج نادى في الناس أني أريد الحج فمن أراد الحج يذهب معي فليأتني بماله ونفقة الحج فكان الناس يأتون بنفقاتهم ويضعونها عند ابن المبارك وكان يكتب عليها كل مال اسم صاحبه ويرفعها ويخبئها فإذا جاء وقت الرحيل رحلوا من ديارهم وتوجهوا للحج على نفقته الخاصة وهم لا يعلمون فإذا جاء مكة أو المدينة قال لهم أيها الناس ألم يطلبوا منكم أبنائكم أن تحضرون لهم من تحف مكة أو المدينة هتايا يعني قالوا والله بسرنا قال لا لا أخذوا فإنها من نفقتكم فإنها من أموالكم فيأخذون ويقول ترى أموالكم ما راح منها شيء والله لم يذهب منها شيء فاشتروا فكانوا يشترون يعني ويبالغون في الشراء فإذا رجعوا إلى ديارهم يتركهم ثلاثة أيام حتى يستريحوا ثم يصنع لهم وليمة ويدعوهم إليها وبعد أن يفرغوا من طعامهم كان يعطي كل واحد منهم نقوده كاملة فكان الحج على نفقته رحمه الله وفوق الإنفاق والعلم كان فارسا في الميدان مجاهدا في سبيل الله رحمه الله وكان شجاعا منقطع النظير قويا شجاعا قوي البأس حتى أنه في معركة من معارك قد تقدم عليهم الأعداء وكادت تكون غلبة للأعداء فانبرى بين صوف المسلمين رجلا ملثما لا يضر من هو وأخذ يصول ويجول في الأعداء حتى أرجعهم وتقهكروا بالخلف فلما رجع وأراد أن يختبئ في صفوف المسلمين اجتبع الناس عليه وإذا به ابن المبارك فقام أحدهم ونزع اللثام فإذا به ابن المبارك وكان صديقا له قال حتى أنت حتى أنت يا أبا عمر من يشن علينا فكان رحمه الله حالما عاملا بعلمه منفقا بماله وقد حوى العلم والجودة والكرم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريل المجامع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كآبائي إذا افتخر الوراء لهم أنتمي وبذكرهم أتزين وبذكرهم أتزين هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية